لا يزال الغموض يلف تفاصيل الاتفاق التركي الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في السابع من شهر آب الحالي خصوصاً لجهة طول وعمق منطقة وكيفية إدارتها بالرغم من بدء العمليات المشتركة التركية الأمريكية في المنطقة عبر تحليق مروحي تركي أمريكي إيداناً كما يبدو للشروع في تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة وبالرغم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يؤكد فيها أنه يترقب دخول قوات بلاده إلى منطقة شرخ الفرات في وقت قريب جداً بحسب قوله وجاهزية بلاده لتنفيذ خطط وصفها بالبديلة في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص شرق الفرات إلا أن الاتفاق التركي الأمريكي وبحسب مراقبين منعاً دلاع معركة في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية التي رحبت بحذر بالاتفاق ملوحة بورقة التفاهم مع النظام السوري في سياق المناورة السياسية ويرى مراقبون أن الميليشيات الكردية بدأت بتطبيق بنود الاتفاق التي تخصها بهدمها الكثير من التحصينات التي أقامتها في سياق التصدي للجيش التركي في حال دخوله سوريا وذلك ما يؤكد جدية واشنطن هذه المرة في تنفيذ ما اتفقت عليه مع أنقرة مصادر صحفية أكدت أن الميليشيات الكردية تحاول التحايل على الاتفاق من خلال تسليم مدينتين تل أبيض في ريف الرق الشمالي ورأس العين في ريف الحسكة إلى مجلسين عسكريين مرتبطين بها كذلك تحاول الميليشيات المناورة في محاولة للمحافظة على أوراق قوتها في المنطقة والبقاء في واجهة المشهد حيث لوحت مرة أخرى بورقة التفاهم مع النظام السوري للحصول على مكاسبه من واشنطن وأنقرة